اهلا بكم مشاهدينا الى لقاء خاص يسرنا ان نلتقي فضيلة الدكتور زغلول النجار الداعية والباحث الاسلامي في مجال الاعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية مرحبا بك فضيلة الدكتور معنا الى هذا اللقاء الخاص من قناة رافدين وبكم يا اخي الكريم اهلا بك دكتور بداية حدثنا عن مسيرتك العلمية والمهنية ابدأ بالحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم انبيائه ورسله وبتحياتكم يا اخي الكريم وتحية كافة مشاهدين الكرام بتحية الاسلام وتحية الاسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد من الصعب ان يتحدث الانسان عن نفسه ولكن باجاز شديد انا ولدت عام 1933 ميلادي في احدى قرى محافظة الغربية في وسط الدلتة في مصر ونشأت في بيت علم ودين كان جدي علي رحمة الله وامام القرية ومفتيها وعمامي واخوالي كانوا كلهم من خريجي الازهر او ضر العلوم ونشأت في بيت يعني في مكتبة اسلامية كبيرة ويعني كانت تقليد مجالس العلم قبل ان يشغلنا التلفاز ووسائل الالام الحالية فكانت مجالس العلم هي يعني مجالس الثقافة الحقيقية للمجتمع والريف المصري كان ريفا مسلما يعني كان بعض القرى الجميع يحفظ القرآن الكريم فانا ارسلت الى كتاب القرية في سن مبكرة لحفظ القرآن الكريم ثم والدي كان معلما فانتقل من هذه القرية الى القاهرة وحضرنا في القاهرة الحرب العالمية الثانية بمآسيها ومشاكلها ولكن وفقني الله سبحانه وتعالى ان كل المدارس التي ذهبت اليها كانت مدارس ملتزمة بهذا الدين وداعية اليه فتعلمت من اساتذاتي ومعلمية يعني في هذه المدارس يعني ضرورة الدعوة لهذا الدين وادب الحوار مع الاخرين في المرحلة الثانوية يعني استدعاني مدير المدرسة في اخر سنة في المرحلة الثانوية وطلب مني ان ادخل مسابقة خارج المنهج الدراسي اسم مسابقة التوجهية كانت تتم على مستوى القطر المصري كله وطلب مني ان ادخل المسابقة في اللغة العربية فاندهش قلته انا علمي يعني يعني دعني ادخل مجال المجال العلمية حتى يساعدني في درستي قال لا انا نريدك ان تدخل المسابقة للغة العربية فالوهم يعمني في هذه الايام كان احترام الاساتذة واحترام المدير المدارس احترام كبير لم اناقشه خرجت من عنده وانا مستائج جدا يعني لهذا الفرض لقيني اسادي اللغة العربية الذي كان يدرسني رسميا فشكوت له ما قاله المدير قال انا داخل هذه المسابقة فرجعت الى المدير وقلت له يعني اسادي في اللغة العربية داخل المسابقة كيف يمكن ان ننافسه يعني وهو خريج كل ضر العلوم قال والله هو يمثل نفسه اما انت تمثل مدرسة يعني كانت المسابقة تؤهل الدخول للجامعة بدون شروط يعني ومعها يعني مكافأة مالية من الملك المهم فكان الاستاذ خرجت ماذا فعلت مع المدير قلت له رفض ان انا اغير التسجيل فقال انا هطلع الاول وانت اطلع ال 42 فصارت مزحة يعني وكان الاول الامتحان تحريري والذي ينجح بالامتحان التحريري يدخل الامتحان الشافي فكلانا دخل الامتحان الشافي وكان طبعا عمالقة الادب في مصر يعني كانوا يحضرون هذا الاختبار الكبار اسزت يعني كلية اللغة العربية في الازهر الشريف وفي ضر العلوم والشعراء والادباء والكتاب الكبار فكان موقف رهيب يعني وكان المقرر كبير يعني اين قيمت هذه المسابقة؟ ساعة واحد وخمسين نعم في اي مكان بالظبط؟ في القاهرة والله نسيذ المكان نعم فالمهم كلانا حضر مسابقة وكان هو مصر قل انا هطلع الاول وانت اطلع ال 42 فالمهم يعني كان من ضمن المواضيع الشعر الجاهلي الادب العربي في الاندلس يعني قضايا بعيدة عن تقصه العلمي يعني وانا احكي عن خروج المسلمين من الاندلس احد اساسي ذات دار العلوم وكان من الشعراء المربقين بكى والله كان رجلا عاطفيا جدا فاربكني وانا في اللقاء يعني وخرجت وانا يعني غير مطمئن للنتيجة وكنا نقضي الجازة الصرفية في القرية فذهبنا للقرية والقرية الليها جو مختلف عن القاهرة تماما وبقدر الله بفتح حتى الراديو يعني فاذا بعلان نتيجة المسابقة التوجهية كنت انا الاول وهو ال 42 يعني كأن الله سبحانه وتعالى اراد ان يعكس ما قالاه هو دخلت قلية العلوم جامعة القاهرة ويعني كانت وجودي يعني في هذه الكلية احد اسباب الاهتمام بالاجازة الامة في القرية الكريم لانا كنا في بداية الخمسة نيات من القاون العشرين والناس مفتونون فتنة كبيرة بالعلم ومعطياته وكان عدد كبير من يعني اساتذة وطلبة وادارية هذه الكلية من دعاة الالحاد ومن دعاة العلمنة والخروج على الدين ويعني كانت صدمة كبيرة لي يعني النقلة من مجتمع محافظ يعتز بالاسلام يدعو الى هذا الدين الى مجتمع يعادي الاسلام فيعني استضمت مع هذا الاساتذة في اول محاضرة له كان يعني شاب بعيد من امريكا دكتوره من جامعة هارفر وتكلم عن الاسلام يعني علوية كبيرة فكتبت له رسالة يعني مؤذبة جدا وقلت له ان هجومك على الاسلام والقاعة فيها مسلمين وغير المسلمين يسيء الى مشاعر المسلمين وان كانت عندك شأي شبهة انا مستعد مع يعني صغر سني بنسبة لك وقلة علمي بنسبة لك ان انا اجيك وانقشك فيه تتحاور معه كتبته في القطاب وضعته تحت عقب باب مكتبه فجاء في المحاضرة التالية يمين زغلوا للنجار قلت له انا قال ربنا جايبك محامي عنه قلت له الله الله لا يحتاج الا محامي الله خادر ان يخبط روحك البعيد وانت على هذه المنصة فبدأت معركة بيني وبينه تغذيلة الاربع سنوات في الكلية غر من ذلك تخرج من الكلية بمرتبة الشرف وكان مفروضنا اعين معيد في الكلية ولكن الامور السياسية كانت مضطربة في هذا الوقت كان جهة الانقلاب العسكري وهيمنة العسكر على البلد وخروج الملك منها فيعني اشتغلت في مناجم لفترة وهذا من توفيق الله لي يعني اكسبت خبرة طيبة اشتغلت مناجم الفوسفات في ودي النيل مناجم الذهب في البرمية مناجم الفحم شيء في جزيرة سينة فاكسبني خبرة طيبة وبعدين احد الساددة دي كان قد اعيره الى جماعة ملك سعود في الرياض في اول انشاء الجامعة يعني ساد 58 ميلادي فضلب ان اذهب معه للتدريس في هذه الجامعة فذهبت الى الرياض وبقت فيها سنتين رسلت الجامعات الغربية جاءني قبول من عدة جامعات يعني في المانيا وفي امريكا وفي بريطانيا فاستيصرت ان اذهب الى بريطانيا ذهبت الى بريطانيا سنة يعني ستين واحد وستين ميلادي انهيت درجة الدكتوراه في علوم الارض سنة 63 ميلادي وقام متحف التاريخ الطبيعي في لندن وهو من المؤسسات الالمية الكبيرة على مستوى العالم قام بنشر رسالة الدكتوراه بالكامل يعني في مجلد خاص وعدد خاص من مجلده وهذا يعني عطاني شيء من الشهرة ما هو عنوان لو سمحت ما هو عنوان رسالة الدكتوراه؟ وقامت الفوسفات في ودي النيل نعم هذا المجال لان اشغلت في هذه المنطقة من اول يعني وفقني ربي فيها في اكتشاف طرق جديدة التحديد عمار الصخور لم تكن معروفة من قبل فمنحتني الجامعة درجة زمالتها في بعض الدكتوراه اسمها منحة رابرسون للأبحاث فيما بعض الدكتوراه بقيت اعمل عليها لمدة سنتين ونشرت اغلب ابحاثي العلمية في هذه الفترة لانه عطوني امكانات هائلة سكرتيرا خاصة للطباعة معاونين في المختبر لاجراء التجاري وعملت استشارات لشركة البحث عن النفط في بحر الشمال ووفقت في ذلك في حالات كثيرة وبعد كده يعني رجعت الى جامعة منك سعود في الرياض درست فيها لمدة سنتين ثم كان احد اساتذتي بايضا في القاهرة قد عين مدير جامعة الكويت في اول انشائها فطلب مني ان اذهب لاشاركه في انشاء جامعة الكويت اكرمني ربي بالعمل في قسم الجيولوجيا في جامعة الكويت حصلت على ضردة الاستاذية في اولي السبعينيات لان كان يعني وفقني الى بانتاج عدد كبير من البحوث الجيدة وكانت تحكيم للترقية في بريطانيا وفي سويسرا وفي مصر رأست قسم الجيولوجيا في جامعة كويت لعدة سنوات ثم ذهبت الى قطر تأسيس قسم الجيولوجيا فيها ايضا ومن هناك عدت الى السعودية لعمل في جامعة المدك فهد البترول ومعادن في الضغران بقت فيها قرابة العشرين سنة ثم عدت الى بريطانيا لعمل مديرا لمعهد مارك فيلد للدراسات العليا وقمت بظوري في التعريب بالإسلام في هذا المعهد وفي هذا البلد يعني لكنا فيه يعني استلعيت لمقابلة في التلفاز الجزيرة فإحدى الصحفيات في الضغر أخبر اليوم كتبت مخالا مطولا يعني لماذا لا نستفيد بعلمائنا وقالت الى متى نظل يكون النماذج المقدمة لشبابنا هم من يلعبون الكرة أو يعزفون الموسيقى أو المطربون أو الموثلون يقول لغا استمعت الى محاضرة شاب مصري في إذاعة الجزيرة وأذهلني يعني ما قدم معارف علمية بطريقة مبسطة وتعز هذا الدين فبعد هذه الرئيس تحرير الجزيرة الأخرام من دوب الممثل الأخرام في لندن جاءني الى مكتبي وقال أن الأستاذ بريم نافع كان رئيس تحرير الأخرام يرجو أن تلقاه في أول زيارة لك للقاهرة فيعني قابلته فطلب رئيس القسم الديني واستقبلوني في المطار يعني استقوال كبير ورحت قبلت رئيس التحرير فقال أنت لك صفحة كاملة في الأهرام تكتب فيها ما تشاء فرئيس صفحة الفكر الديني أو موضوع الفكر الديني قال له خليه يكتب في صفحتنا قال له لا أنت صفحاتكم خليه يكون وحدكم ودكتور يكتب في صفحته ما يشاء فوفقني لأنني كتبت أكثر من ستمائة مقال عن الإعجازة الأمي في القرآن الكريم في جريدة الأهرام في الأول دون صفحة كاملة بالألوان كان لها صدى كبير في المجتمع يعني مصر وحتى في باقي الدول العربية هذا يعني عطاني سمعة باهتمامي بهذا المجال فجاءتني انظر النشر تطلب التعاون معي فوفقني الله إلى نشر خمس موصوعات كبرى في الإعجازة المنفقان الكريم موصوعات الكبرى للإعجازة في ست مجلدات ثم موصوعات ميسرة لغير المتخصصين في خمس مجلدات ثم موصوعات الإعجازة الإنبائي والتاريخي في القرآن الكريم في مجلدين ثم موصوعات تفسير للآيات الكودنية في القرآن الكريم في أربع مجلدات ثم موصوعات الإعجازة في السنة في ثلاث كتب جمعة في مجلد واحد هذا باقتصار المسيرة نعم دكتور بالنسبة لسبب الرئيسي وراء توجهك نحو بحوث الإعجاز العلمي للقرآن والسنة هي النقلة من مجتمع محافظ يعني يعتز بالإسلام إلى مجتمع يعني يدعي العلبنة ويدعي أن ضرورة الفصل بين الدين والدنيا كما فعل الغرب وكنت أشعر مع تربيتي الأولى أن الامتزاج أو التزاوج بين المعرفة الدنيوية والمعارف الدينية هو طريق المسلم لأن الدنيا مليئة بالغيوب التي لا يمكن للإنسان أن يصل فيها بعقله منفردا إلى إجابات صحيحة فالفصل هذا تم في الغرب نتيجة أن الدين عندهم محرف وأن الكنيسة حيمنت على المجتمعات وأذلت الناس فكره الناس الدين فهم معذورون يعني الغرب إذا كان قد فصل بين الدين والدين والعلم فهذا لا يجوز في العالم الإسلامي فقرآننا هو كلام ربي المنزل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم محفوظة والمسلم لا يجوز أن يعني ينفلت وينعزل عن هذه المصدرين الرئيسيين لأن الدنيا مليئة بالغيوب التي لا يستطيع أن يجيب عليها الإنسان وحده فلابد من يعني حاجة الإنسان إلى المعرفة الدينية ثم يبحر في مجال الألم كما يشاء يعني هناك ربط بين العلم والإيمان ضروري ضروري يعني العلم يخدم الإيمان حقيقة والإيمان يوسع معارف العلماء لأن فيه أمور لا يمكن الإنسان أن يصل فيها إلى إجابة صحية بعقله منفريدا والقرآن والسنة يجبان عليها نعم دكتور باعتباركم أحد مؤسسي الهيئة العالمية للإعجاز العلم في القرآن والسنة بودنا أن تحدثنا عن بدايات تأسيس هذه الهيئة العالمية وما المهام التي تقوم بها تفضل طيب يعني من الإخوة الذين يهتموا بهذا المجال أيضا شيخ من مشايخ اليمن اسمه شيخ عبد المجديد الزنداني وكتب سلسلة من الكتيبات المبسطة عن الإيمان يعني الإيمان والعلم وحيلت لي هذه الكتب وأنا أعمل في جامعة الكويت للحكم عليها يعني من قبل وزارة الأوقاف فقرأت هذه الكتيبات ويعني صاحعتها وبدأت علاقة بيني وبين الشيخ الزنداني فجاء إلى زنداني إلى السعودية وأنا أعمل في جامعة البترول والمعادن في الضغران وكنت أدعى هو كان يعيش في جدة كنت أدعى إلى جامعة الملكة العزيز في جدة كل نهاية أسبوع تقريبا لكي أتحدث عن هذا الموضوع وبعدين كان الشيخ الزنداني الله يزيخ قيرا من المشجعين والمدعين إلى هذا المجال فطلبت برئيس الجامعة وكان من طلابي السابقين أن يعين الزنداني في الجامعة فقال للقانون يرفض ذلك يعني الزنداني لا توجد عنده شادة جامعية ولكنه مشتهد ورجل يتمتع بذكاء فطري كبير طب الحل إيه؟ قال لنا هننشئ جامعية للأجاز من خلال ربطة العالم الإسلامي لأنه ما عندهم الشروط يعني علمية للتعيين فأنشأت الجامعة من خلال اعترف أو اقتراح صدر مني لرئيس الجامعة ملك عبد العزيز في جدة نعم إذن البدايات كانت من الكويت البدايات كانت في الكويت نعم نعم طيب ما هي المهام التي توكل للهيئة العالمية للأجاز العلمي في القرآن والسنة هو أخي الكريم القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية اكتاب عخيذة وعبادات وأخلاق ومعاملات ولكن في خلال رسالته هذه المهتمة بركائز الدين نجد إشارات كثيرة إلى الكون ومكوناته وظواهره يعني السماء الأرض الجبال الشمس القمر النجوم الكواجب الرعد البرق المطر السحاب مراحل جيني البشري الإنبات الحيوانات بعض الحيوانات هذه الآيات التي أسميها باسم الآيات الكونية يعني غير الآيات المتعلقة بالعقيدة والعبادات والأخلاق والمعملات هذه الآيات آيات تأتي في القرآن الكريم من قبل الاستشهاد على عظمة الخارق سبحانه وتعالى ولذلك أنا شعرت أن هذه الآيات هي أنجح أوراق للدعوة للإسلام لأننا نعيش في زمن العلم وزمن فطن الناس فيه بالعلم ومعطياته وظواهره في التنسل كبيرة فلابد أن نشرح هذه الآيات شرحا علميا يعني اللغة واحدة لا تكفي اللغة أساسية لأن القرآن أنزل إلينا بلسان عربي مبين فلابد من معرفة دلالة الإرفاظ أسليب التعبير خواعد اللغة حتى أفهم الآية لكن هذا الفهم يبقى قاصرا حتى يضاف إليه الفهم العلمي للآية وأضرب لحردك بعض النماذج يعني يعني المفسرون قرأوا عبر الأجيال طول ربنا تبارك وتعالى والسماء بلناها بأيد وإنا لموسيعون لم يعني كلمة موسيعون تطرق شيئا في أذهانهم يعني لم تدق جرس عندهم يعني بعضهم قال الساعة في المكان بعضهم قال الساعة في الرزق بعضهم قال زيادة في المطر لكن لم يحاولوا أن يفهموا هذه الآية فهما دقيقة علما بأن هذه الآية تتحدث عن أعظم اكتشاف علمي في تاريخ علم الفلك لأن العلماء الفلك كانوا يعتقدون بثبات الكون وكان إيمانهم بذلك منطلق من أن العلاقات بين الأجران في داخل المجرة الواحدة ثابتة يعني حتى ينطوم أمر المجرة فالمسافة من الأرض والشمس ثابتة مية وخمسين مليون كيلومتر والعلماء الفلك يعتبرونها الوحدة الفلكية يقاس بها صفة سماء فقالوا الكون ثابت وبعد أن الكون ثابت دخل الحديون وقال الكون إذا كان الكون ثابتا فما يدعي أن أقول خلق وخالق وبعث وآخرة وحساب هذا الكون يكون هذا وجوده في مطلع القرن العشرين اكتشف العلماء أن المجرات تتباعد عننا وعن بعضها البعض بسرعات تزيد عن سرعة الضوء المقدرة بثلاثة أثمائة ألف كيلو متر في الثانية الواحدة واندهشوا أي قوة تدفع هذه المجرات بعيدة عن بعضها فتكلموا عن القوة الخفية بدلا أن يقولوا القدرة الإلهية قالوا القوة الخفية نعم فكرة تتساحي الكون فتحت بابا عظيما أمام علماء الفلك طب القرآن من ألف ورماء سنة يقول والسماء بدناها بأيد وإننا لم وسعون لو وظفنا هذه الحقيقة في تفسير الآية لكالله دلالة أوقع وأعظم وأبعد من أن أحصرها في إطار اللغة وحدها خال علماء الفلك لو عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن فلابد أن يلتقي كل شيء المادة والطاقة والمكان والزمان يلتقي في لقطة واحدة تتضاغط فيها كل هذه الأشياء حتى تكدت أن تتلاشى فكأنهم انتصروا للخلق من العدم هم يقولون لم يقولوا الخلق من العدم خلوهم يتصل للنقطة لا تكد أن يطرها العين هذه النقطة لابد أنها وكانت في حالة حرجة انفجرت تحولت إلى سحابة من الدخان خلق من هذا الدخان الأرض وباق أجر بالسماء طيب وهذه تبقى عندهم نظرية لأنهم لا استطيعون إثباتها كيف أثبتها لكن القرآن يتحدث عن هذه النظرية بأنها حقيقة من ألف ورمائة سنة يقول رب العامين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما واجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون والرتق في اللغة العربية عكس الفتق الرتق هو الجمع واللم والتكديس الفتق الانفجار والانتشار والانتثار طيب فسرية القنامة كان يقول السماع كانت سماعا والأرض كانت أرضا وكانت منتصقين ببعضهما البعض ففكهوا ربنا تبارك وتعالى عن بعض وهذا كلام سخيف لا يليق بجلال القدرة الإلهية ولا ينتظم حتى مع اللغة إذا يقول ده الأرض كانت أرضا طب من الذي خلقهما يترشها هم يقولون النقطة دين انفجرت تحولت إلى أسحاب أمام الدخان وهذا الدخان قد تم تصفيره بقاياه لا تزال موجودة في السماء إلى الآن وصوت الانفجار تم تسجيله فضيلة الدكتور إذا سمحت لنا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لإكمال الحوار مشاهدنا فاصل قصير نعود بعده لإكمال الحوار مشاهدنا عدنا من جديد إلى لقاء خاص مع فضيلة الدكتور زغلول النجار الداعية والباحث الإسلامي في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية نرحب بك ثانية دكتور إلى هذا اللقاء أهلا بك دكتور ما هي ضوابط التعامل مع دلائل الإعجاز قبل أن أتكلم عن الضوابط أريد أن أقول أن علماء الفلك يقولون أن النقطة البدائية هذه انفجرت تحولت إلى سحابة من الدخان وهذا الدخان خلقت منه الأرض وبقي أجر بالسماء والقرآن من قبل ألف أربع سنة يقول فيه ربنا تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إيتي طبعا أو كرها قالت أتينا طائعين هذا السبق العلمي والله يخد كلم لما نعرضه على علماء اليوم لا يملكون إلا أن يسلموا بأن الإسلام هو الدين الحق سأل أسلم أو لم يسلم ولدينا عالم أمريكي كبير اسم جاري ميلر جاري ميلر كان في الأصدق السيسان وكان شديد العداء للإسلام ويعني اختلف مع الكنيسة خرج مع الكنيسة عمل رسالة دكتورة في الرياضيات أصبح أستاذ الرياضيات في إحدى الجماعات الأمريكية وكان كثير التنذر على القرآن وعلى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم فطالب مسلم من طلابه ذهب إليه وأهداف ترجمة معاني القرآن الكريم من اللغة الإنجليزية وكتاب عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بلغة الإنجليزية غير ميلر وقال له يا دكتور ميلر أنت تتنذر عن القرآن وانت عم تقرأ القرآن فلكي يصدقك الناس أنا أتيت لك بترجمة للمعاني القرآن الكريم ولكي الترجمة لا تحمل جلالة الربوبية الذي يترى في النص العربي لكن اقرأه لكي تنتقده من نصي وهذا أيضا تبع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تدرك من هو محمد صلى الله عليه وسلم فبيحكي ليه جريم ميلر يقول عكفت على المصحب عكوف العدو للعدو أتلمس الخطأ في كل حرف ليس في كل كلمة قال حتى وصلت إلى سرعة الناس لم أجد خطأا واحدا فاستسخفت نفسي لأنه أنا أظن وهاجم هذا الكتاب لسنين طويلة لأنه أنا لم أعرفه وأسلم بآية واحدة أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أن السماوات الأرض كانت رفقا ففتحناهما وَجَعَلْنَا مِنَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وكتب كتابا عن الإعجازة الإملي الفقران الكريم ثم قدم كتابا عن القرآن بسمه القرآن المدهش والكتاب بنصي الإجليزي والعربي ترجم إلى الأولى العربية موجودان على شبكة المعلومات الدولية وأصبح ورقة من أرقى الأوراق لدعوة للإسلام وأصلا بآية واحدة وهكذا غيره من العلماء نعم نتحدث عن ضوابط الإعجاز ضوابط كثيرة يعني طبعا حدثت الموضوع على علماء التفسير بالذات يعني وعلى المجتمع العربي صفة عامة يتخيلون أن في قطورة أن نوظف الفروض والنظريات في تفسير الآثة الكونية في القرآن الكريم فأنا وضعت عشرية قاعدة يعني للعمل في موضوع الإجازة الإملي في القرآن ومثلها في السن أيضا من أهمها طبعا معرفة دلات الألفاظ أساليب التعبير قواعد اللغة معرفة ما ذكره الرسول صلى الله الله عليه وسلم في تفسير هذه الآيات الرجوع إلى جهود المفسرين السابقين ثم أهم شيء للتزام أن لا يوظف في تفسير هذه الإشارات إلا القطع الثابت من الحقائق العلمية النظرية لا تكفي النظرية قبل للسقوط الفرض لا يكفي الفرض قابل للسقوط وأقول يعني احتراما للقرآن الكريم وإجلالا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يوظف في تفسير القرآن والسنة إلا القطع الثابت من الحقائق العلمية التي حسمها العلم والتي لا رجعتها فيها والعلم إذا وصل إلى مقام الحقيقة يعني أو القانون أو المعدل الرياضي الصحيحة لا ينقلب على ذاته قد يضف إليه قد يتوسع فيه ولكنه لا ينقلب على ذاته أبدا شروط أيضا يعني أن لا يعمل في هذا المجال إلى المتخصصية العوام لا يصلحون يعني في هذا المجال أو الناس النظريين اللي تتخصصهم النظرية لا يستطيعون فهم هذا الكلام يعني عدم التكلف أو لو يعني لن أعناق الآيات لتوافقها مع العلم فالقرآن لا يحتاج إلى ذلك لم تكن قضية واضحة وضوح الشمس في ربعة النهار لا يجد أن أتكلم فيه يعني وإذا قلت أنا لم أفهم دلالة الآية يعني أعظم عند الله وعند الناس من أن أقول فيها قول غير صحيح فأنا حط عشرين ضابطة الحقيقة قد لا يتسهل وقت لعرضها جميعا نعم كيف يهتم تنسيق جهود الباحثين دكتور أنا ناديت منذ سنوات طويلة بضررة إدخال هذا العلم في مختلف مراحل التعليم بمستوياتها العقلية المعروفة يعني ممكن في رياض الأطفال دخل جزي من في قرآن الكريم في المراحل البتدائية الثانوية الجماعية البحث العلمي واختروها ما يدخل في مجال البحث العلمي رسائل رسائل الدكتوراه المجلس تيريا يعني أحكي لحارتك مثلا شيء بسيط يعني الهجوم على الإسلام لا يتوقف وعداء الإسلام يطلق يعني يلتقطون أي كلمة في القرآن أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤولوها تأويلا مغايرا فكانوا ينتقدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أن من العلمات الكبر للساعة طلوع شمس بمغربها يعني الحديث صحيح يعني أن أول العلمة ظهورا طلوع شمس بمغربها أو الدابة تقدموا الناس ضحن أيهم ظهرت لاحقت بها الأخرى فقالوا الشمس لها ملايين السنين تشرف من المشرق وتعيب في المغرب أي قوة ستغير ذلك ويستخدم ذلك مجال للتنظر ويعني التطاول على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاولة علاج التغير البيئي الذي نعيشه اقترح علماء البيئة دراسة البيئة في الأزمانة القديمة ماذا كانت تغيرات هناك أين ندرسها؟ قالوا في جذع الأجار لو عملنا قطاع مستعرض في جذع الشجرة نجد حلقات مركزة يسمون الحلقات السنوية كانوا يعتبر كل حلقات مثل سنة من السنين بتطور التكبير بكسوب الإلكتروني مثلا كبر المليون مرة وجدوا في كل حلقة الأيام الأول السنة ثم الفصول الأربعة ثم شهور وهي أشهور قمرية ثم الأسابيع ثم الأيام ثم الليل والنهار هذا وجدوه في حلقة جذع الشجرة جذع الشجرة نعم مسجل مدون تدوين كبير نعم فكانوا يبحثون عن طبقة الربيع إذا كانت سميكة والجو كان معتدل والأمطار وفيرة والشمس بشرقة إذا وجدوا عطاة مقطرة بها رقيقة يبعى في تغير برناخي هم عايزين يستقرؤوا والتغير في المستقبل من خلال الماضي في أثناء هذه العملية راحض العلماء أن كلما تقادمت الحلقة السنوية كلما زاد فيها عدد الأيام فاندهشوا وظنوا أن ذلك خطأ استقرائي يعني فتنادوا في العالم كله حاولوا أن تحققوا هذه القضية فنتج علم جديد اسمه التأريخ الحلقات السنوية في الأجار دندروكرونولوجي تحديد الزمن بالأجار دندرو باللاتينية شجرة وكرونوسية زمن فتحديد الزمن بوصل الأجار مئات المعاهد في العالم بدأت تعتم بهذه القضية فثبت لهم أن عدد الأيام في بدء خلق الأرض كان أكثر من 2200 يوم في السنة والسبب سرعة دوران الأرض العالية وأن هذه السرعة في طباط مستمر يعني كان طول الليل ونهار معاً أربع ساعات وعدد الأيام 2200 يوم أو أكثر من 2200 يوم في السنة ما الذي يبطئ من سرعة دوران الأرض طبعاً جاذبية الأجرام المحيطة بها الشمس والقمر والمريخ إلى آخر قالوا طيب ماذا سيحدث في المستقبل؟ قالوا أن هذا التباطئ سيصل إلى نقطة يعني تجبر الأرض على تغيير تجاه دوران الأرض لأن تدور من الغرب إلى الشرق تبدو الشمس طالع علينا من المشرق وغائب عنا في المغرب إذا انعكس هذا التجاه ستطلع شمس من مغرب وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عجيب الأمر أني وجدت آية في سورة العراف تتحدث عن هذه الحقيقة من قبل ألف أربع سنة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات الأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهارة يطلبه حثيثا يعني الليل يتابع النهار بسرعة فائقة وهذا الذي يثبته العلم في هذه الأيام نعم فضيلة الدكتور في طبيعة عملكم ما هي الوسائل التي تبسط للمتلاقي طبعا العلم صعب ولابد من عرضه بصورة مبسطة يعني عدم الدخول في التفاصيل العلمية الدقيقة القرآن والسنة تحدثان عن القضايا الكلية يعني قلازة خلق الكون أو إفناء الكون أو إعادة بعث الكون قضايا كلية أما التفاصيل الدقيقة تركها ربنا تبرك تعالى للإنسان المتخصص يعني فلا ندخل في التفاصيل الدقيقة التي لا تفيد القضية لكن نتحدث عن القضايا الكلية زي قضية طلواشة بس مغربة قضية كلية نعم يعني دائما التوضيح يكون من خلال القضايا المهمة وليس التفاصيل غير المعنية القضايا الرئيسية الرئيسية نعم نعم برأيك فضيلة الدكتور ما هي الفوارق بين الإعجاز البياني والعلمي والتشريعي طيب أرى الله فيكم الإعجاز البياني في كل آية يعني نجده حتى في الآيات الكونية يعني نجد آية مصاغة صياغة فائقة الدقة يعني والكلمات مختارة اختيار فائق الدقة طيب في الآيات التشريعية طبعا لا ندخل إلا في القضايا المتعلقة بالتشريع يعني لماذا حرم الله شرب الخمر لماذا حرم الله التعامل بالربة ولماذا أكل الخنزير مثلا أكل لحم الخنزير يعني هنا العلم يفيد فهم الحكمة من وراء التشريع لكن لا ينقش التشريع نفسه تشريع عبر إلهي نعم لكن يفيد فهم الحكمة من ورائه حتى يتقبله الإنسان بقبول حسن نأخذ مثلا على هذا الجانب إذا سمع طيب يعني تحريم مثلا أكل لحم الخنزير الغرب كله يأكل الخنزير الآن والشرق الروس والصينيين واليابنيين إلى آخر طيب ثبت علميا أن الله أحل لنا أكل لحوم الحيوانات المجترة الحيوان الذي يجتر الطعام يعني يحسن خضمه يعني له أكثر من معدة المعدات الكبيرة وقوية أن الطعام يخضم في هذه المعهة هضما زائدا يعالج إذا كان فيه بعض المسببات الأمراض يطهر من بعض السموم ولذلك لحمة الحيوانة المجترة لا يضر بالإنسان طيب الخنزير حيوان رمام يأكل النفايات والجياف يعني معدته صغيرة جدا ليس حيوانا مجترة حيوان جسمه مليء بمسببات الأمراض بما أنه يأكل النفايات ينقل الأمراض هو يحملها يحملها ثم ينقلها للإنسان فتنتقل الإنسان طمعا ودهن الخنزير دهن فائق التشبه لأنه حيوان شريح نهم يأكل بشراها شديدة فدهن دهنه دهنه مركز لا يتحلل في داخل جسم آكله حيوان لا رقبة له فلا يذبح هو يعني يضرب الصعق الكهربائي نعم طريقة الصعق الكهربائي أو السيام الثقيلة نعم يضرب في الجبجوة نفسها فحيوان يعني قذر رمام لا يأكل إن الفئات والجيف جسم وليء بمثبات الأمراض دهنه فائق التشبع طيب له الإنسان يضر نفسه به يعني والذين يربونه من غلاث اليهود مع إنه الخزير محرم عندكم وغلاث النصارى أيضا نكاية في الأمر الإسلامي يعني الذي يحرم أكل لحم الخزير والنهار ذا كبار القصص في أمريكا أنا عندي شريط والله لعدد من القصص الأمريكا ينصحون شعوبهم بعدم أكل لحم الخزير يعني هناك من التعظ بهذه طبعا طبعا أطباء ينادون نعم يعني تفشي الأمراض بين آكل دهن ولحم الخزير يعني شيء لا يصب بكلمات نعم فضيلة الدكتور شاركتم في مؤتمرات عربية وعالمية بمجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية هل من توضيح بشيء ذلك؟ تفضل طيب يا أخي الكريم أنا أقول أن الأمة الإسلامية الآن تآمر عليها أعداؤها ففتتوها إلى أكثر من خمسين دولة ودويلة وأشعلوا الفتن والخلافات بين قياداتها حتى يطرقوها متخلفة متراجعة لا وزن لها على مجرات الأحداث في العالم في الوقت الذي هم يتوحدون ويتكتلون هم تقدموا نتقدماً علمياً هائلاً نحترب ونجده ولكن وظفوا هذا التطور العلمي في الهيمنة في جنب السلاح وإنتاج أسلحة محرقة يعني لا يرضاها ربنا تبارك وتعالى أسلحة فتاكة للغاية مدمرة للغاية يتهددون العلم الآن بالإفناء لأنهم لا إيمان لهم بالآخرة لا إيمان عندهم بالحساب لا إيمان بجنة ونار لا يعرفون ذلك فالتقدم العلمي والتقني في العالم الغربي أعطاهم الغلبة المادية التي لا يحسنون توظيفها بل يوظفونها في إذلال الأشعوب الأخرى لم يبقى بيد المسلمين إلا حسن الدعوة للإسلام واللغة الوحيدة التي يفهمه أهل عصرنا هي لغة العلم والله يعني القرآن به أكثر من يعني ألفين آية قرآنية صريحة كل آية فيها من حقوق العلمية يعني ما لم يصل إليه الإنسان إلا مؤخراً جداً وبعضها لم يصل إليه الإنسان إلى الآن إذا أحسننا توظيف ذلك هي الورقة الرابحة يعني بيد المسلمين الآن ولذلك كل مؤتمر طب مؤتمر إعجازي يعني عقد في العالم يعني لم يخلو المؤتمر من إصلاح عقول الملحدين من أمناء المسلمين وتصحيح مفاهيمهم أو من إقبال عدد من غير المسلمين يعلنون إسلامه يعني النهاردة عمالقة من علماء الغرب أسلموا بآية قرآنية أو أكتين قرآنيتين جاري مينر مينر هذا جيفري لانج بوريس بوكاي عبدالله آليسون دول قمم من قمم العلم ليسوا عوام يعني في العلم عندهم قامات كبيرة جداً يسلم الواحد فيهم بآية واحدة والله أو بآيات إذن يعني عبدالله آليسون هذا أسلم بآية الله يتوفى لأنفسها حين نوم حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى الأجه المسمى والله يوقف في مطمر في القاهرة للإعجاز في آخر يوم في المطمر في حفل تكريمي للحضور وقال يا معشر المسلمين أنا اسمي آرثر أليسون أنا أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة لندن أنا أسلمت بهذه الآية وقرأها قرأة جيدة الله يتوفر الأمن حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى المسمى ما هو الأعجاز هنا فضيلة الدكتور؟ الأعجاز هنا الموت الكامل يشبه النوم شبها كبيرا فكل الحالتين عن الروح وفريق البداء ولذلك يتعرض الإنسان في منامه إلى فروق مادية أثبتها هو بقياسات خياسات مادية حقية فأدرك أن الآية حق يعني الله يتوفر الأنفسها حين موتها والتي لم تموت في منامها فالنوم عبارة عن موت صغرى للإنسان يصاحبها مفرقة الروح للبداء فيتعرض الجسد لتغيرات يعني تحتاج إلى قياسات فائقة الدقة أثبتها أرفر أليسون قال أبنى اسمي أرفر أليسون أنا أسلمت بهذه الآية وغيرت اسمي لعبد الله أليسون عبد الله أليسون يعني تكون مكتبة عن الإسلام في جامعة لندن كان من الصعب أن ندخل كتاب عن الإسلام فيه مكتبة كاملة عن الإسلام والله باللغتين العربية والإنجليزية في جامعة لندن في ريال كولج فالذي يسلم منهم يستطيع أن يدافع عن الإسلام بجيش منه حقيقة والقصص في هذا كثير جدا نعم فضيلة الدكتور هل لكم تعاون مع جهات وهيئات وجمعيات عالمية متخصصة في مجال الإعجاز؟ أنا لدي أسخلات كثيرة بأولماء في مختلف عنحاء العالم وأحاول أرسل ما كتبته في هذا المجال مترجماً ترجمت يعني أو كتبت أصلاً عدد من الكتب اللغات الأجنبية وأحاول أن أوصل ذلك إلى الجامعات المختلفة وأعتبر تأتيني دعوات للمحاضرة عندهم لكن طبعاً الجهد لا زال جهداً فردياً يحتاج إلى تعاون أكبر وإلى جهود أعظم وحاولت أن أقنع أغرب الجماعات العربية بإدخال هذا المجال في درساتها عملت ذلك في جماعة عجمان أنشاء كرسي للإعجازة الأم فقال الكريم تعهدته لسنوات وفي جماعة الجنان في طرابوس لبنان وأشرفت على مقرر الإعجازة العلمية لعدة سنوات جئت إلى جماعة العلم الإسلامية العالمية هنا لتدريس الإعجازة العلمية فقال الكريم لكن الأسف الشديد لا زال البون شاسعاً بين الذين يتعاملون مع الآيات الكونية من منظور علمي والذين يتعاملون معه من منظور اللغوي فقط الفرق الكبير ونجد رفض من بعض علماء التفسير أن يوظف هذا المنهج إنه هو اللغة الوحيدة المفهومة في هذه الأيام نعم بماذا تطالب لتفعيل هذا المنهج في الإعجاز؟ أخوة أن يدرس الإعجاز على مختلف منصوات التعليم من المرحلة الإفتدائية إلى الدراسات العليا في الجامعات وقد يكون عدد كبير من الرسائل الجامعية ماجستر والدكتوراه في قدمة تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم التي لم تفسر تفسيرا كاملا إلى يومنا هذا يعني أغلب هذه الآيات ألفين آية قرآنية كريمة مفسرة في قدمة تفسير تفسيرا قطعا يعني عندنا تفسير صادر من إحدى الدول العربية من سنوات قليلة اشترك في كتابتي أكثر من عشرين أستاذ من أساتذة التفسير والله مليء بالأخطاء العلمية وطبع بآلاف النصر ووزع في كل أنحاء العالم هذا يؤسي للإسلام لا يقدم الدعوة الإسلامية طيب كيف يمكن إعادة ضبط هذه أن يشترك في التفسير علماء اللغة وعلماء العلوم التجريبية في كل التخصصات علماء التاريخ علماء اللغة علماء التاريخ علماء اللغة علماء الصيدلاء علماء الزرع يعني يكون فيه تكامل في التفسير حتى تطل آية حقها وإلا سيبقى التفسير قاصلا نعم أيضا فضيلة الدكتور لديك محاضرة الماء في القرآن الكريم نعم ماذا تناورت فيه أولا يعني العلماء إلى يومنا هذا مختلفون عن أصل الماء في الأرض يعني بعضهم يقول أنه مندفع من البحار والمحيطات إلى داخل القشرة الأرضية بعضهم يقول جاء مع المذنبات والشهب المذنب يكون له ذيل طويل من بخار الماء أو من التلج يعني وقالوا استضمت المذنبات بالأرض فأتت بهذا الكم من الماء يعني كل الفروض والدواريات للغاية أثبت خطأها تماما القرآن الكريم من ألف ورمائة سنة أو يزيد يقول فيه ربنا تبارك وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعها يعني كل ماء الأرض أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض وهذا الذي أثبته العلم الآن أن كل ماء الأرض خرج أصلا على هيئة بخار ماء من فوهات البراكين ثم تكثف في الغلاف الغازي الأرض وعاد إلينا ماء القرآن من ألف ورمائة سنة يعني يقول والأرض بعد ذلك دحاها يعني بسطها ومدها والأرض هنا بمعنى قشرة الأرض ليست الأرض ككوكب والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعها والماء هو بخار الماء الذي يخرج بملايين الكيلومترات المكعبة من فوهات البراكين والبرها كناية إشارة إلى ثانوكسيد كربون الذي تقوم النباتات بتحويله إلى الثمار وإلى الحبوب التي نأكله نعم إذن في ختام هذا الحوار الشيق أشكرك فضيلة الدكتور زغلول بن جار على حضورك لهذا اللقاء شكرا لك وإن كنا لم نوفي الموضوع حقه فالموضوع يحتاج إلى ساعات طويلة حتى يوفى حقه إن شاء الله نعم شكرا لك مارك الله فيك مشاهدنا كان هذا لقاء مع فضيلة الدكتور زغلول النجار الداعية والبحث الإسلامي في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية حتى نلتقيكم في لقاء خاص مقبل لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا دكتور اشتركوا في القناة شكرا لكم